لكن بعد كل العزة المسيح حب يتكلم عن المحور يقول فكل من يسمع أقوالي وشبهه برجل عاقل ولاحظ دايما الكلام بيتكلم عن السمع شمعاه في اللغة العبرية اللي فيها سمع وطاعة وخضوع لكلمة الرب يعني مثل ما قال الرسول يعقوب كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خادعين نفوسكم يعقوب صحاح الأول آية 12 فإذا الطاعة هي المحك الرئيسي وهي المحك خلال كل صفحات الكتاب المقدس الطاعة للعهد الطاعة لكلام الله الطاعة لصوت الرب الطاعة لكلام الأنبياء الطاعة الطاعة وهكذا أحبائي في بركة من الطاعة فإذا هنا بيتكلم أشبهه برجل عاقل يعني رجل حكيم عنده حكمه وهذا الرجل هو الذي يعني رجل العاقل هو الذي يهتم بالجوهر بالأساس أما الرجل الجاهل فهو الذي يهتم بالمظهر مش بالأساس فقط مظهر أمام الناس وهنا يتكلم عن رياء المتدينين ويتكلم عن مظاهر التدين الخارجي وبيتكلم عن الكلام الفارغ اللي بنسمعه دايما في كل وقت لكن كل كلمة كان بيتكلم فيها يسوع المسيح كانت مؤثرة ومغيرة كانت فعالة كانت تلمس القلب والكيان اشتركوا في القناة